عايز أتكلم عن الناشئين في نادي الأهلي والناس كلها بتقول يعني بسم الله ما شاء الله مسيماني بيدفع بكثير من الناشئين وكثير من الأمور وأن الناشئين دول هما ناشئين دول طالعين من هنا جماعة الناشئين دول الحقيقة إذا كنت بحي مسيماني على جرأته في الدفع بالناشئين وكذا وكذا لكن أنا بحي كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ومستر بروكتش أيضا المدير الفني لقطاع الناشئين بحيهم جدا 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 وكل العاملين بقطاع الناشئين أنا لما باتكلم على كابتن خالد بيبو واتكلم على بروكتش لأنهم هما الموجودين الباقي كل أو على رأس المنظومة فأنا لما بحي كابتن خالد بيبو أو كابتن أو مستر بروكتش على هذا الأمر فأنا بحي كل قطاع الناشئين في النادي الأهلي بحي كل العاملين من إداريين ومدربين ولاعبين في النادي الأهلي لأنهم في ناشئين النادي الأهلي لأنه اللي حضراتكم شايفينه ده وأن أنتوا بتقولوا أن فيه فلان أنا مش عايز أقول أسماء لكن أن أنت حضرتك كأهلاوي أو كجمهور النادي الأهلي بتقول أن فلان ده كويس وإعلان ده كويس ويستحق الفرصة الفترة اللي جاية وكذا 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 على فكرة كل ده بفلوس الناس دي بدل ما يجيب لعيب من برة وودي له 20 و 30 و 50 مليون جنيه منادي لعيب بتاعي ابني اللي أنا مربيه جوه حضني وعارف هو بيلعب إزاي ممكن زي ما بتشوف كده النادي الأهلي يستحق كل التحية وإدارة كرة القدم وعلى رأسها كابتن محمود الخطيب يستحق كل التحية كابتن محمود الخطيب لجنة التخطيط لكرة القدم شركة كرة القدم لما يبدأ عملها أو يعني هي يعتبر التدقية عملها بداية من شهر واحد بناء على كلام الكابتن خطيب وأيضا كابتن خالد بيبو وكابتن مستر بروكتش أنا الحقيقة بقى وحيي هذه المنظومة الرائعة أنها تطلع علينا عدد محترم من الناشئين أنت كجمهور النادي الأهلي بقى وأنت قاعد بتتفرق كده شايف أن فلان وعلان وترتان دول كويسين وحيكملوا والباقي حيبقى ممكن يطلعوا أعرى ويرجعوا أفضل أنت كجمهور النادي الأهلي عارف أن عندك قطاع ناشئين محترم على رأسه مدير القطاع الناشئين كابتن خالد بيبو ومستر بروكتش المدير الفني للقطاع الناشئين وفي نفس الوقت عندك قدرت كرة قدم بقيادة الكابتن محمود الخطيب وكابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف بيفكروا إزاي للناشئين خلال الفترة اللي جاية وطبعا نائب الكابتن محمود الخطيب الآن هو كابتن حسام غالي وبالتالي الناس دي بتفكر لكرة القدم إزاي بتفكر للنادي الأهلي إزاي بتفكر أن احنا زي ما قلت لحضراتها قبل كده أن هي بتفكر في الناحية الاقتصادية الفنية الأول والاقتصادية بمعنى أنه ممكن يكون عندي زي ما حضرتك شفت كده 15-20 ناشئ ممكن يبقى فيه 4-5 يكمله والباقي يطلع إعارات بفلوس علشان يروحوا ويرجعوا أفضل من الأول وعندنا تلاتة ناشئين في الليتشيك أحمد عبدالقادر ده رجع من الأتشيك وراح عمل سموحة ورجع من سموحة ولعب مع النادي الأهلي وبيلعب مع النادي الأهلي عمار أكرم توفيق اللي بنتمنى له السلامة وغيره 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 من اللاعبين أنا اتكلمت مع حضراتكم قبل كده في هذا الأمر وبالتالي لا أنت عندك إدارة محترفة تعرف كيف تفكر علشان تصل في النهاية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده نبقى عندك مجموعة من الناشئين آه زي ما حضراتكم عارفين كأس الرابطة هي كأس تنشطية أكتر من أي شيء آخر هي بتشوف فيها ناشئين بتلعب فيها لعبة ما لعبتش حنشوف إيه اللي حيحصل بكرة في مباراة الإسماعيلي والأهلي لكن في النهاية أنا شخصيا يعني الموضوع ما يفرقش معي أكتر من إن أنا بشوف لعبة كتير عايز أكسب طبعا وعايز أفوز وعايز لكن في النهاية لما لاقي مجموعة الناشئين دول وأشوف إن فيه فلان وعناصر واعدة وعناصر تصلح وهي ده اللي يهمني أكتر من أي شيء آخر زي ما كمورو الأهلي واعي لمثل هذه الأمور الناس كل الناس اللي بتكلمني وبتبعتلي بتقولي هذا الأمر إحنا يهمنا إن إحنا نشوف زي محمد لعيب كويس قوي مش عايز أقول أسباق برضه عشان يعني لكن عندنا لعيب واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يقدروا يلعبوا يستفيد بيهم من نادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي هو ده المهم الشكل العام اللي حضراتكم أو اللي حنا بنتكلم فيه هو ده المهم طبعا مع الفوز ما حدش بس عشان إيه أنا عايز أكسب وعايز أخذ البطولة من نادي الأهلي ما بيخشش بطولة غير لما عايز يخدها ولكن دايما هناك أهداف أخرى دايما بنبصلها بجانب هذه الأمور تقييم الأمور يكون في ظروف هذه الأمور ونطاق هذه الأمور فالحقيقة لا الموضوع كله أتمنى لأنه ده مهم جدا ودير سهلة لكل أصدقائي واخواتي ومحبين النادي الأهلي واللي ما بيحبوش النادي الأهلي كمان من المحللين والخبراء في كرة القدم وأنا عارف أنه هم أكثر علما مني في كل شيء وكل حاجة ولكن عايزين لما نيجي نتكلم التقييم يبقى منطقي في إطار المطش وعلمي وفي ظروف الموضوع وفي ظروف البطولة يعني دي بطولة تنشطية أكتر من أي شيء آخر فيها مطشات أنا فيه مطشات بأتفرج عليها أكتر من مطشات منتخب أكتر من مطشات أمم أفريقي فخلينا نراعي كل الظروف الخاصة بهذا الأمر لكن كل واحد حر ما عنديش أي مشكلة لأن أنا في الآخر كنادي أهلي أنا بحاول أحافظ على مستقبل الناشئين دول وبدل ما بصرف مثلاً 100 مليون أنا عندي استعداد أصرف المية وأجيب فيهم 5-6 لعبين أحسن ما أجيب 10 مثلاً مثلاً يعني لأنه هيبقى عندي المية دول أخليهم 90-80-70 بوجود الناشئين اللي أنا بقول لحضراتكم عليهم بوجود الكابت خالد بيبو والشغل اللي بيعمله وبوجود مستر بروكتشو اللي بيعمله وإدارة كرة عارفة كويس وعلى فكرة راس مال شركة كرة القدم خلال الفترة اللي جاي الناشئين اللي حضراتكم شايفينهم اللي نادي الأهلي بيصرف عليهم عشان بعد كده لو طلعوا برة يجيبوا لي فلوس أو لو أنا استفدت منهم يبقى أنا بصرف على ابني وبزود القيمة المقيمة كلاعيب يضاف جديد للفريق فالكلام ده كله بيترجم هو النادي الأهلي ليه النادي الأهلي دايماً خلال الأربع سنوات اللي فاتت أو من خلينا نتكلم من أول ما بدأت جائحة كورونا ليه النادي الأهلي وقف على رجله وبقية الأندية زي ما حضراتكم بتشوفوا كده اللي بياخد من هنا ولكن النادي الأهلي هو الوحيد اللي وقف على رجله ليه لأن هناك تفكير جيد في طريقة الصرف هناك تفكير جيد في الانكم اللي داخل في كل مالين بيعملوا النادي الأهلي عملية الاستثمار في كرة القدم مدروسة مش عشوائية وخلاص ارمي ده هنا وهد ده هنا وقطعنا شئين وسرح وناس بتمشي ما عندناش إحنا الكلام ده كل حاجة بتبقى على قد ما بيستطيعه يعني بتبقى مدروسة وممكن واحد أو اتنين يروح منك لكن في النهاية الموضوع كله في إطار احتياجات النادي الأهلي دايماً الموضوع بيبقى كده فأنا بكراً شاء الله نتفرج على مطش كويس ومطش رائع وكل حاجة ونشوف مجموعة الناشئين اللي موجودين دول هيعملوا ايه في ظل وجود واحد زي حسام حسن في ظل وجود كريم فؤاد في ظل وجود عمار حمدي بقية اللاعبين اللي موجودين كل دول نقدر نشوف ونستفيد من الولاد الصغارين نستفيدوا من وجود هؤلاء الكبار اللي موجودين اللي عايز ينتقد ينتقد اللي عايز يخبط في اللاعبين يخبط لكن دول يا جمعانا ناشئين ناشئين النادي الأهلي هم دول المستقبل الفترة اللي جاية وهتقوله إسلام ومشان إسلام إسلام الأهل إدارة الأهلي هي اللي شايفة هذا الأمر بشكل جيد جدا لجنة التخطيط بيتسو موسيماني إدارة قطاع الناشئين وبالتالي خلينا نشوف إيه اللي حيحصل ونقف دايما ورافر إتنا وهو ده جمهور ندي الأهلي جمهور ندي الأهلي فاهم وواعي جدا لكل حاجة بتحصل حوالين هذا الأمر موسيقى موسيقى